أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم ضرورة التعاطي مع القضايا الحقوقية والمبدئية بمعيار واحد مبينا أنه من غير الجائز التعاطي مع الأزمة الروسية الأوكرانية بمعيار في حين يتم التعامل مع اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار مختلف تماما جاء ذلك في مداخلة للغانم خلال مشاركته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الرابع والأربعين بعد المائة الذي عقد في اندونيسيا برئاسة رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل وحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو سيد الرئيسي، شكرا لك على ما قلت أنت تقوم بمعيار الاتحاد البرلماني الدولي، ليس الـ 12 بلس سيد الرئيسASE الذين يساعدوا عن البرلماني الدولي إالتقل إعجابة لأفرارة الإنغازة التي تنهي قد وقت قبل ديس أو ديس أو ديس وليس إذن تنهي إعجابة الإسرائيلين إذن تنهي قد وقت قد أحد 60 يوم إذن هذا تنهي مدى وأنا لا أعتقد أنك كبيراً يجب أن تنهي أجواء هذه الأيام إما أن أي دولة تنهي أخرى يكون إجبارة وأنا أتمنى هذا الوحيد فقط يجب أن تشاهد أن تكون المقابلين ونستطيع أن تكون المقابلين ونستطيع أن تكون المقابلين هذا هو المقابل وأنا أريد أن أشكركم لأنكم في هذه المقابلين شكراً لك